وحول هذا الموضوع معنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة الأردنية عمان المحل السياسي الدكتور نبيل العتوم مساء الخير دكتور نبيل وما أهمية الزيارة التي أجراها الرئيس الأمريكي وكيف تنعكس على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربي في واقع الأمر هناك ربما مقاربة أمريكية فرضت على الولايات المتحدة الأمريكية ضرورة الانتباه إلى الشرق الأوسط عندما أعلن الرئيس الأمريكي أن هناك قصورا أمريكيا من خلال التركيز على الخطر الروسي والخطر الصيني وهذا كان مدعاة إلى حدوث ما يسمى بسياسة ملء الفراغ من جانب الصين وروسيا في منطقة الشرق الأوسط وبالذات في الخليج العربي في واقع الأمر تحدي الأزمة الأوكرانية وتبعات أزمة الطاقة ربما كان هو الدافع لدى الولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى المنطقة وبقوة كما تحدث الرئيس الأمريكي مع تعهده بجملة من الأسباب أولا والقضايا في واقع الأمر عرض الرئيس الأمريكي لأهمية مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى منع إيران من عسكرة برنامجها النووي حيث أن وصول إيران إلى صناعة القنبلة النووية سوف يشكل تهديد إقليمي ودولي غير مسبوق إلى جانب عدد من النقاط المهمة والمحورية من خلال ما يعرف بترسيخ الشركات الإقليمية بما يعود إيجابا على دول المنطقة وفي هذا ربما إشارة إلى تعزيز عملية التعاون بين إسرائيل والدول العربية في محاولة ربما قد تكون لبناء مقاربة استراتيجية قد تؤدي إلى احتواء الخطر الإيراني والمشروع الإيراني الذي بات يهدد المنطقة برمتها هذا بالإضافة إلى تركيز الولايات المتحدة الأمريكية على ضمان دول أمن المنطقة أمام ما يواجهها من تحديات خطيرة من خلال قوة إقليمية تريد العبث بأمن واستقرار المنطقة وفي هذا إشارة واضحة إلى دور إيران المزعزع للأمن والاستقرار من خلال مداخل الأزمات الإقليمية إذ كانت ولازالت إيران تسعى إلى استغلال هذه الأزمات كساحات لتصفية الحسابات مع الخصوم والمنافسين إلى جانب طبعا ترسيخ ما يعرف بالدور المهم للولايات المتحدة الأمريكية لمنع زعزعة الاستقرار وهذه طبعا تشكر رسائل سياسية رسائل عسكرية إلى الدول التي تريد العبث واستغلال الأزمات الإقليمية والدولية لأنه يفوذ إلى المنطقة وتهديد أمن الطاقة خاصة أن إيران كانت ولازالت تدعم ميليشياتها وأذروحها الموجودين سواء عبر الأزمة اليمنية من خلال دعم الحركة الحوتية التي عاثت خراب وفوضى باستهداف إما الناقلات النفط باستهداف أمن المملكة العربية السعودية عبر الهجمات التي كانت في شهر سبتمبر من العام 2020 لاستهداف منشآت رامكو هذا بالإضافة إلى استهداف ميناء الفجيرة كميناء اقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في تقديري أنه ربما سوف نشهد مزيد من الإجراءات الأمريكية باتجاه التقارب مع دول المنطقة لترسيخ الثقة المتبادلة ما بين الطرفين لكن بموازات ذلك أنا أعتقد أن الدول العربية وبالذات الخليجية سوف تسعى بموازات ذلك إلى تنويع شراكاتها وعلاقاتها الدولية لأنه في نهاية المطاف لن تستطيع التنازل عن علاقاتها لا مع الصين ولا مع روسيا وهذا كجزء من تنويع سلة الخيارات مع هذه الدول حفاظا على مصالحها وأمن هذه الدول لأنه في نهاية المطاف لإقتصاد والتنمية والأمن هو الذي يقود مصالح هذه الدول وعلى الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة بايدن على وجه التحديد أن تدرك أن لهذه الدول في نهاية الأمر احتياجاتها ومطالبها المهمة عبر نسج خيوط مثل هكذا علاقات دولية نعم من الأردن المحلل السياسي دكتور نبيل عطوم شكرا جزيلا لك